نصيحة عامة لا تفشل تصلح للجميع وبكل زمان وقت أي مكان في أي زمان مع عيشة في العالم معلم الوعي وقائد التغمير طاقة ما بنقدر نخبيها يا بتتصرف فيها من مكان ضحي يا بتتصرف فيها من مكان تمكين بالتدريج تتعلم كيف تحط حماية حوالي نحنك النصائح العشوائية اللي بنشوفها على السوشال ميديا غالب الناس عندها صورة رمضية عن النجاح اللي هو بقوم على الخمس الصبح بلعب رياضة أول إشي احترف قواعد اللعبة دعا عدين إكس من القواعد شيء النوع عبودية استهلاكية اليوم الخالقك اللي خلقك هل خالقك ناقص شخص عم يحضرنا وعم يعاني من الاكتئاب شو بتقول كلمة سعادة شوية مطاطة لا يمكن تكون مع شخص عم بخونك وإنت مشيك لخمستعشر مرة وبتحكي الحق عليه كل البوست اللي بنزله بتحكي عن هذا الموضوع وبعدين بيسألني إنه قد بتعطيه مصاري لو بديت فعلي مليارات دكتور عيهاب حمارني أهلا وسهلا بالمنتدى حياتي بتتدمر أنا إذا شاءت بكير تمام نسلم عليه بعض هاي الصورة سمحت إلها عنها تتدمر من حياتي دكتور عيهاب حمارني أهلا وسهلا بالمنتدى أهلا 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 ميس للمرة الثانية للمرة الثانية طبعا دكتور عيهاب معلم الوعي وقائد التغيير والملهم لكثير من الناس ومؤسس فكرة كون أنت رسالة كون أنت اللي ألهمت كثير ناس بعدة دول عربية الحقيقة اللي ما بيعرف دكتور عيهاب عم يقول هو معنا للمرة الثانية أول ضيف استقبلناه بالمنتدى كان دكتور عيهاب افتتحنا معه المنتدى على وسائل التواصل الاجتماعي كان لسه الناس ما بتعرف شو هي المنتدى أصلا وبالفعل كان وجو خير علينا لأنه بعد هاي الحلقة كمان استقبلنا شخصيات نحن كتير فخورين بوجودها معنا شخصيات ملهمة ومؤسرة بمجاله إن كان سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو رياضي فمن وقت سجلنا هديك الحلقة عيهاب وأنا دائماً عم فكر إنه لازم نعيدها من الستوديو وكان في مطالبات كتير من الناس إنه لا قابلنا دكتور إيهاب مرة تاني وأنا بتشرف فيكي معيس وبتشرف بكل الطاقم اللي عم يشتغلوا معاكي بالعكس أنا هذا الاشي بستمتع بالكومبرزيشيز معاك بالحوارات معاكي شكراً ونحنا كمان الحقيقة مثل ما أنت حكيت إنه كنت معنا قبل وكان في شي نوع من إنه وجهك خير علينا أنا هيك باعتبر فهو فكرة الطاقة يمكن بطريقة أو بتانية يعني أنا مثلاً لما بشوف إيهاب حمارنب في طاقة إيجابية في نوع هيك من الشعور الإيجابي ما بقدر فسره أنا هذا الشي إلو علاقة أكتر بتجاربنا عن الشخص أم بذكرياتنا أو في شي كوني يعني حينما بنحكي عن الطاقة شو بيكون عم بيصير حلو أول شي نبلش بهذا السؤال لأنه كلمة الطاقة عند الناس كلمة مطاطة يعني إيش هي طاقة هي كهرباء ولا طاقة عادية ولا طاقة تبري آدم إيش اللي عم بيصير معنا فلما نحكي عن الطاقة أو شخص إحنا منشوفه منحس بمشاعر معينة أو شخص إنت بتشوفه بتحسه بتكمش منه حتى مش بس أشخاص ممكن تدخل على محل معين على أوتين معين على مطعم معين يتحس كأنه قلبك فاتح بهذا المكان ممكن تروح على أوتين تاني على مطعم تاني يتحس أني أنا ما بدي أكون بهذا المكان في كتير ناس عندهم تجارب كان يحسوا مشاعر ما قد أحكي غريبة بس في شي زي كأنه مسكرهم عن هذا المكان وفعلياً تصير في مشكلة معاهم بهذا المكان لما يكملوا بالنهاية زي ما إحنا عندنا جسم مادي ميس يعني زي ما عندي دين زي ما عندي أنا عيون زي ما عندي أدان عندنا برضو حالة هاي الحالة بتحكي معلومات عننا بتحكي عن المعتقدات تاعتنا بتحكي عن أشياء اللي من آمن فيها فإذا مثلا شخص قاعد مع شخص تاني وعم بيحسده عنده مشاعر غيره هذا الإشي ما بتخبّن عنه الحالة تاعتك بتتكلم هاي اللغة الحالة تاعتك بتنطق الحسن بس النطق تاعة الطاقة بدل ما يكون نطق مادي بدل ما تكون هو بس كلمات هو عبارة عن ترددات بتطلع من خلال هاي الكلمة لذلك أنت لما تكون حوالين شخص معين الحالة تاعته الطاقة تاعته هي عن تحكي معاك عن طريق الترددات تاعتها لذلك أنت بتحس مشاعر معينة مع بني آدم يمكن بني آدم تقول معاه بس تطلع من القاعدة تحس كأن العالم كله خرار كأنه ما في فرص كأنه الدنيا كلها فقر وشخص تطلع معاه تحس العالم كله مفتوح العالم كله فرص العالم إمكانيات لا محدودة لأنه هذا هالته بتحكي إشي وهذا هالته بتحكي إشي فبالنهاية الطاقة ما بنقدر نخبيها بنقدر نحاول ننخبنيها ولكن كل ما الناس صارت عندها واعي أكتر رح تصير تقدر تقرن الطاقة أكتر وخصوصا هلأ نحن عم نمر في عصر تغيير ولازم نأمن فيها دايما يعني أنا وقت بقول إنه هذا الشخص بيسحب لي طاقتي أو هذا الشخص لما بشوفه بتفائل أو أنا هون بشعر بالزعل أو إنه مثلا هذا البلد ما ناسبني ما قدرت إني أنا أنجز فيه أو الشي اللي أنا بطمح له أو حتى أوقات من في الصبح ما بنعرف ليش منقول مخنوقين إنه هذا النهار منهارنا بيروسيا بيقولوا إنت تكويدين يعني خلاص النهار هيك ما في شي تاني نعمل بدأ بستطيع اللي يقطع لنهار فهذا الشي نحن لازم نأمن فيه ونوسق فيه وكيف لازم نتصرف على أساسه يعني لما بيجينا هذا الإحساس كيف نستثمره لنتصرف صح؟ حلو بالنهاية أي شي بالدنيا لو تتعلمه سواء عن الطاقة أو عن أي موضوع بالعالم حتى عن المواضيع العلمية جدا يا بتتصرف فيها من مكان ضحي يا بتتصرف فيها من مكان تمكين يعني لما أنا أتعلم عن الطاقة وصير عندي حدس أكتر وصير عندي حساسية أكتر أقدر أقرأ الطاقة يا أنا بحولها هذا الإشي لمكان ضحي يعني شخص أنا بشوفه بحس كأني أنا منهك معاه معناته أنا هذا الشخص لازم أهرب منه للأبد أو بلد لازم أهرب منها للأبد أو بصير أفهم أوكي ليش أنا حسيت إشي مع هذا الشخص شو أفكاري عنه لأنه ممكن شخص يكون جدا جدا سلم ممكن شخص يكون أفكاره جدا جدا فقيرة بس هو مش اللي بيحدد إذا الإنرجيتاتي أو الطاقة تاعتي تنزل اللي بيحدد ذهنيتي عنه فممكن أنا أكون ببلد أعطيكي مثال ممكن أكون ببلد فيها السرعة عالية فيها إنجاز عالي وهذا الإشي ما عم بعطيني لحظات سكون هل معناته أنا لازم أترك للبلد؟ لا معناته بدي أبلش أفهم أنه طاقة هاي البلد سريعة فلما أكون أنا بالبيت تاعي بدي أعمل أطقوصة خليني أبطي يمكن أولع شمعة أخذ شوار طويل أو ممكن أكون ببلد الطاقة تاعتها إلى عكس بطيئة كتير فممكن أنا بدي أعمل أشياء تعطيني energy movement أو energy حركة زي جن وغيرها فمش الفكرة في طاقة ما بتناسبة إنه خلص إحنا نسكر كل بواب لأنه بدي بالنهاية هذه ليش طريقة عملية غير هيك واح بسكر على هذا الباب وبنام طب في حال كان عندنا الخيار يعني أنا مثلا إذا في عندي خيار إني ألغي هذا الشخص من حياتي أو إني غير مكان عملي أو غير البلد اللي أنا أعاد فيه اللي شعرت أنه هي ما نسبتني على ولا صعيد لا مهني ولا شخصي إذا عندي هذا الخيار أفضل إني ضل بالبلد وحاول أنجز أو لا روح للخيار الثاني الممكن يكون بناصبني أكتب ما رح أقدر أجاوب هيك لأنه هذا الجواب رح يكون عبيض وأسود يعني فيه حد يمكن محل معين حتى لو عنده هذا الخيار بس يمكن فيه دروس معينة مفروضة يتعظمها بهذا المكان فيمكن إذا بدي أعطيكي جواب أضب أنت في المكان اللي أنت فيه لأنه عندك دروس تتعلمها يعني خلينا أعطيك مثال قبل فترة روحت على مكان معين كنت بعروس وروحت حسيت حالي تعباني الأنرجي تاعتي تعباني مش الفكرة أني أنا أحكي لباقي حياتي أنا ما بدي أطلع عروس سألت حالي ليش أنا حسيت هاي الحسيس ليش أنا حسيت بها المشاعر فبلشت أحس اللي بلشت أحل اللي بلشت أفهم وجزء منها لاحبت أنه فيه جزء مني كان عم بحكم على الناس من غير وعي فمش الفكرة أني في حياتي ما أروح عروس الفكرة أفهم الدرس تاعي في هذا المكان هلأ إذا أنا الطلعات الكبيرة ما بتناسب لي ما في المشكلة ممكن ما أروح عليها بس الفكرة أول إشي تعرف شو الدرس اللي مفروض تتعلم حتى لو أنت ببلد الأنرجي تاعتها ما بتناسبك وبتلك تطلع منها على الأقل تعلم لدروس من المكان اللي أنت فيه لأنه لو روحت مرة مكان تاع وما تعلمت لدروس هاي اللي دروس رح ترجع وتنعاد حتى في أحلى مكان بالعامل يعني إذا أنت عايش في توتر طول الوقت لو روحت على المالديس وإنت مش عارف تتعلم وتعيش بأير بيس في السلام داخلي بعد فترة يحترجع لك من نفس المشاعر اللي أنت عايش في المكان فيكون في عنا نوع من المرونة ومحاولة التأقلهم بشكل هام وحقيقة لما حكيت أنه نحن بحاجة درس نتعلمه هاد حقيقة مية بالمية يعني حتى ببداية وطبعا في كتير ناس أكيد بتشاركني للتجربة بطريقة أو بتانية ببداية مشواري بروسيا في محلات معينك تقول أنا ليش موجودة هون ليش موجودة بحاد البلد هلأ بتذكر وبضحط أنه قدي كان ضروري أنا مر بكل هاي التجربة بنجاحاتها وبتعبها وأوقات بالخزلان وأوقات بكتير مراحل مثل أي إنسان لحتى أوصل اليوم للمكان اللي أنا فيه سواء كان جيد أو أنا بدي أفضل أو هذا المشوار ضروري لحتى نحن نتعلم كنت عم تحكي عن موضوع حتى فكرت إنه فيه ناس نحن نسمع عنا إنه بينقال إنه فلان نجمه خفيف بمعنى مبعرف إذا بالأردن عندكم نفس الشيء النجمه خفيف يعني بيتأثر بسرعة إجابا أو سلبا يعني بيقلولك إذا حدا مثلا حكى عنه شي ضغري وخلاص كل كيانه بيتشألب أو مثلا إذا كان موجود بمكان ما بيناسبه مستحيل أنجز نجمه خفيف ما في عنده بروتكشن إذا بدي إلك بيتأثر بالناس بيتأثر بالنظرة بيتأثر بالفكرة بيتأثر بكل شيء بالمحيط بالمقابل فيه ناس محصنة نفسها أكتر داخليا هذا الشيء بيخلق معنا ونحن ممكن نشتغل عليه ربعا هلأ أول إشي لما إحنا نبطلع على الإنرجي بشكل عام لو شخص بيتأثر بالناس اللي حوالي بيتأثر بالأماكن حوالي كبداية هذا مش إشي سيء لأنه هذا معناته عنده عنده حساسية عالية بس متعب هذا الشيء جدا الضغمه عشانك بدي أكمل أنا الجنبة الثانية أنا أول إشي بيها تشوفه إنه هذا مش إشي عاطل هذا معناته عندك فيه إنشي كلمة الناس بسموها بالإنجليزي أو شف حساس للطاقة سأنا من الناس اللي كنت عندي هاي الحساسية العالية كنت أحس الإنرجيز اللي حوالي أو الناس اللي حوالي أو الأماكن اللي حوالي حات بالبداية ذهنيتك عن سكرت أنك حساس للطاقة مش مفروض تكون سيئة ولكن الحساسية الطاقية هي نعمة وعلم تضبطها فكيف تضبطها؟ بالتدريج تتعلم كيف تحط حماية حوالين حانك بالتدريج تتعلم كيف تمكن حانك أنا بتذكر أنا لما بالبداية لما كنت عملت أمونات أكتر ولما بلشت أفتح المجال الطاقي تاعي أكتر بعد فترة بطلت أندر أطلع برده كانت لما أطلع أماكن فيه ناس كتير أحس يعني إنرجي عادي ولكن هلأ بقدر أدخل أي مكان بأي مطار بأي مكان بالعالم وأظلني محصنة ومش بس هيك وصبت محرق برعا أرفع إنرجي المكان هل المعناته لازم أنا أظلني بتعماكن الإنرجي تحتها واطية وأنا أظلني أرفعها جواب لا ولكن مع التدريب مع السبرة تقدر بعد فترة أنها الإنرجي تحتك تعمل السؤال طيب كيف بدك تعمل هذا الإشي هنا بيجي تدريبات معينة وعي معينة experience معينة لن أعطيك مثال نيس يمكن أنت أولها لما كان الناس تكتب لك كومنت لما تطلعي أونلاين كومنت عاطل شكلك مش خلو أو كذا يمكن أولها كان يأثر فيك لأنه كان يصير مدخل جواتك لهذه الكلمة بس بعد فترة لما أنت تشافيتي مع هاي الكلمة أو هاي الكلمة بطلت تعنيك كثير وستتتفكر فيها أنا رأيي هذا هان مش هامي رأيه هذا الشخص فأنت هنا عم تبدي تحصين عن طريق أنك عم بتغير فكرتك عن تعليقات الناس ففي experience مريتي فيها عبير ما صرتي مرتاحة أنك تكوني أونلاين مرتاحة على تعليقات الناس مرتاحة الناس تحكي عنك ففي experience تورف فيها عبير ما توصل هاي الباور فالفكرة مش إنه نحكي أنه عندك حساسية شيء عاطل ولكن بندك تتعلم أنك تمرنها زي أي شيء بالدنيا حلو كتير حلو كتير طب في شيء بتعلق بأنه يعطينا طاقة إيجابية بتقدر مثل هيك نصيحة تعطيها للجميع هلا أكيد كل إنسان عنده شيء اللي بيحسن مزاجه كل شخص مختلف عن التاني بس بشكل عام في هيك نصيحة عامة لا تفشل يعني بتصلح للجميع وبكل زمان ومكان كان في أي زمان مع أي شخص بالعالم سوريا لي وحاقول لك نصيحة لا تفشل وبرضو بتكون يونيك برضو بتكون فريدة لكل شخص وإحنا من التمارين اللي بغضح الناس تعملها إنها تجرب هذا عملته زمان تجرب لأسبوع أسبوعين تتطلع بعد ما تعمل أنشطة معينة هل بتحس الإنرشي تاعدها بترتفع ولا بتنزل ممكن تعمله بأريا معينة زي الشغل تتطلع أوكي لما أنا أطلع مثلاً قدام الكاميرا أعمل فيديو يمكن أكون خائز قبليها بس بس أخلص بحس الإنرشي عامي لما أعمل أشياء اللي أدخل مثلاً بالتنظيم بحس الإنرشي بتنزل فخلينا أعطيك مثال عن حالي أنا شخصياً إذا بتحكيلي أبلش رتب الإنمينات رتب التواصل رتب الأشياء الـ operation رتب الكمل أنا أكتب لهاي هالأشياء بتنزل الإنرشي تاعدتي فهالأشياء عادت فيه ناس بتدير بها لعليه يعني هلا لما كنت عم بحكي معاكي كان التيم عندك قردي عم بيزبط كيف أحط الإنمينات وحط الأشياء فأنا ما عم بثكر فيها فأنا واعي إنه هذا الإشي بنزل الإنرشي تاعدتي فبحامل دائماً أبعد عن أشياء بتنزل الإنرشي تاعدتي وأعملها outsourcing فعبين هذا الناس هي بترفع الإنرشي تاعدتها هي بتستمتع فيها فالفكرة اللي بدي أحكيها تدرب بإشي معين سواء بشغل أو بحياتك لأسبوع من غير أحكام من غير ما تحاول تغير بس انتبه شو بيصير بالإنرشي تاعدك بعد ما تعمل أنشطة معينة ممكن حتى تأخذها على الأكل إذا بأكل هاي الأكلة هل الإنرشي تاعدتي تنزل بعدها ولا بترتفع بعدها بعد فترة رح يصير عندك واعي إنه فيه أنشطة معينة فيها زيك باترن فيها زيك أنه نمط لما تعملها بترفع الإنرشي تاعدك يعني أنا بعرس إذا بروع عن الطبيعة لإنرشي تاعدتي بترفع بعرس من ذلك أعمل أنا هون سؤالي الحقيقة إنه فيه أشياء مثل كمان متعلقة بالبيئة المحيطة فينا مثلا البحر يصلح للجميع الشمس الطبيعة فيه أشياء تصلح للجميع إنه هي تحسنن طاقتن أو هذا الشيء لا كمان إله علاقة بالشخص ما بقدر أحكي بتصلح للجميع بس رح أحكي ليش أصلا إحنا نرتاح بالطبيعة ليش اسمها طبيعة معناته هي أقرب شيء للخلق الطبيعي العناصر تاعتها متزلي خصوصا ما يكون في بحر وجبل وشمس وهوى معناته أنت عندك الأربع عناصر مضبوطة فلما أنت تخط حالك في مكان طبيعة أنت بتسمح لخلياك ترجع للطبيعة الأصلية تاعتها ترجع للمجال الكهروبغناطيسي الأصلي تاعة ترجع للتشكيل الأصلي تاعة ترجع للنظام الأصلي تاعة طبعا إلا إذا أنت قاعد بالطبيعة وقلقان ومتوتر وعم بتخطط مليون إشي فإذا بتسمح لحالك ترجع للطبيعة بس لحالة امتنان للجمال اللي قدامك وحتشوف أن الطبيعة رح ترجع لطبيعتك الأصلية اللي هي أصلا في حالة بذلك الناس ما يكونوا في مكان في بحر جبل الحواء وشمس اللي فيها العناصر الأربعة ببلش يشسوا كأنه عناصرهم عم ترجع وتنضب بس مرة تانية بدك تعرف كمان أنه ذهنك ما يكون في حالة توتر حتى وانت بالطبيعة لذلك أحسن أن تفصل عن المضايل تأخذ وقت مع حالك بس الأهم منهم كلهم اتراطب أي شيء أنشطة بترفع لأنجتاتك مقابل الأنشطة اللي بتنزل هذا بيوصلني الحقيقة لنصائح العشوائية اللي بنشوفها على السوشال ميديا لأنه أنت هلا عم بتقول أنا ما فيني أعطي أي مثال أو أي نصيحة بتصلح للجميع بس الشي اللي عم نشوفه على السوشال ميديا العكس الحقيقة إيهاب ليش؟ لأنه مثلا خلينا ناخد موضوع كتير بسيط مثل الفئة بكير أنه بتشوف ألف فيديو بالنهار أنه أنت إذا فئة خمسة الصبح أو فئة ستة الصبح يعني حياتك الشخصية والمهنية وكل الأمور رح تنفتح قدامك وفي ناس وأنا منه حياتي بتتدمر أنا إذا فئة بكير تمام نسلم على بعض ممتاز حقيقة بتصير أنت بتحس أنه فيك شيء غلط أنه لا أنا لازم فيك بكير وكون متنشط وكون منتج الأبحاث أكدت والدراسات أكدت أنا حسيت انتصاد لما شفته لهذا البحث أنه موضوع ساعة النوم أو ساعات النوم اللي بتناسبنا هي مرتبطة بجيناتنا لا شيء آخر فكل إنسان في ناس بتكون منتجة إذا بتفيق ستة الصبح في ناس بتكون منتجة إذا فائت 12 الظهر في ناس بكفية أربع ساعات في ناس إذا ما نامت 8 ساعات كمان ما بتقدر تكون منتجة خلال النهار هاي حقيقة هاد واقع فهي المصائح العشوائية اللي موجودة على السوشال ميديا شربوا لترين ما يفقوا الصبح بكير ما بعرف خلوا طاقتكن يعني أدا هي مؤذية للشخص وعم تعطينا توقعات ما منقدر نحن نحق تعرف ليش عم بضحك لأنه أنا مرّيت بهاي اللي هو قبلني بذنب أنا ما عم بقوم بكير أنا ما عم بقوم بكير أنا ما عم بقوم بكير أحكيلك هاي أصلا من وين تيدي غالب الناس عندها صورة مماطية عن النجاح وخصوصا صورة مماطية عن البيزنس أونر أو صاحب الأعمال اللي هو بقوم على الخمس الصبح بلعب رياضة بيشرب مي بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا هاي الصورة سمحت لها إنها تتدمر من حياتي سمحت لها إنها تتكسر يعني في وقت معين حكيت أنا من وين جايب هاي الصورة صورة هاي الشخص الناجخ اللي لازم إنه شكل معين مسلوب معين كذا معين خصوصا حكيلك مايس إيه أنتو بصير لما الواحد يبدلش يرتقي بالثواع تاو لما يبدلش يعمل ويلس أكتر بصير فيه حتى أشياء معين لازم تكون أنا لازم تلبس بدلة لازم تعمل كذا لازم تشتغل من هذا المكان لازم تروع على هذا المكان لازم صيارتك شكله هيك وأنا مريت بهذا الضغط لما بلشت أعمل نجاح unconsciously من غير وعي لازم تشوف لما بلش يجيه نجاح أكتر أموال أكتر زي كأنه في صورة معينة لازم أنشقيها واحد ثاني ثلاثة لحد ما قررت قلت لا يعني أنا أورادي عم بديل موفمت يسمع كن أنت خليني أنا أول واحدة بدلش أندرب عن هذا الإشي وأقين كل هاي الأشياء وأسأل سؤال واحد شو اللي شي اللي بيطلع أحسن إمكانيات منيها شو اللي شي اللي بيطلع أحسن تجلي منيها إذا كان هو الساعة 7 الصبح أقوم للساعة 8 الصبح للساعة 10 الصبح معناته بأعمل الإشي المناسب لإيهاب بس مش معناته كمان أرخيها زيادة المهم ألاقي الإشي المناسب لإيهاب وبنفس الوقت أتحدى إيهاب تستريتش إيهاب وألاقي إيهاب السيستن تاعه كيف بيشتغل اللي اكتشفته بالنهاية أنه كل بني هذا مع الأرض عنده نظام باطي فريد زي ما أنت بتحكي نظام جيني فريد ما أزبط أن نمسك كل الناس ونخطهم بعضها هل معناته ما في أبحاث عن بيترز تقرد تدرسهم تقرد تتعلم منهم بس ما في تقرد تمسك كل إشي وتفطه بحرفينتك عليك بستعلك حتى بتذكر لما بلشت أصير سبيكر كثير رأس كانوا يحكوني لازم تكتب لازم تحبر لازم الأشياء تكون طبعا أنا ما بزغط معي أنا ما بزغط معي أكون وراء كثير من أصبت معهم أنا الفلو ما بطلع معي إذا أنا هلنا كاتب الأشياء اللي بيحكينها أنا كإيهاب ما بزغط معي فبلشت أشوف إيهاب كيف ستايله كيف الفلو تاعه إنتا بتطلع على العفوياتي وببلشت أرتب على هذا الأساس فالفكرة تلاكي شي مجد خاص لمميزة عندك الستايلو مميزة عندك وتبلش تسمح له يطلع أكتر زي ما أولادك هلنا نيس بح تشوف إنه كل يمكن عندك أكتر مع ابن كل واحد مختلف حتى أولادك اللي هم مولادك ما بتقرد تروحي تعطيهم نفس طريقة التحميس نفس طريقة الموتيفيشن فأنا معاكي فكرة إنه في ستايل واحد وغير هيك انت فاشل ما بنفعل مثلا موضوع الكتابة اللي أنت حكيته كمان موجود كثير على السوشيل ميديا أنه أنت إذا بتكتب أحلامك أو أفكارك أو الاستبس اللي بدك تعمله خلال النهار أو خلال الشهر فأنت بيتحققه وفي ناس ما بتحب تكتب ببساطة ما بيعني أمو في السقط الفكرة تلاقي المناسبة لك تجرب أكتر من إشي بس مرضة برضو تكون متحجر أنا هالشخصيتي لأنك أنت ما بتعرف شو الأحسن لك فالفكرة بدك تجرب أكتر من إشي تجرب أكتر من إنبوت وهنا بيجي إشي اسمه معرفة الذات سلف نوليد بذلك دائما من الانشنس الحضرات الأقديمة كانوا يعتبروا معرفة الذات من أسمى أنواع الظعار أسمى ما أنك تتعلم أي إشي عن أي موضوع أنك أنت تعرف حالك تعرف حالك بالرياضة تعرف حالك بالسفر تعرف حالك في كل شي فالفكرة أنك أنت تبلش تسأل أكتر ويكون عندك فضول أكتر على حالك خلني أعطيكي آخر مثال بهذا الموضوع الناس لما تسافر عابتاً لما يروح على بلد قل ليه بدأ نروح على محال سياحي وقل ليه بدأ نمشي اكتشفتوا أنا ومرتي مريحة لما نسافر بنعمل العكس نحن نحن بالنيتشر نحب الطبيعة ونحب تسلو داين فكان عندنا زي ضغط لما تسافر ولازم أقول حكير محلات أنك شفنا أنه نحن ما نحب هيك فصورنا نروح على محلات وبالنيتشر أكتر وبالطبيعة أكتر وما في مشكلة أقعد والسبوع بالطبيعة وما أطلع من نوتيل وأنا قاعد بالنيتشر وبنفس الوقت أشتغل غالب الناس اللي ما تروح لازم نروح نعيش وشغل إشي فالفكرة تبلنش تلاقي السيستم الخاص وشوي شوي 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 يتملشنا بنحيا هو يمكن المشكلة أنه الناس عم تعطي تجربة الخاصة على السوشيال ميديا وفي فرق بين أنك أنت تسمع أشخاص عندهم خبرة بهذا المجال بالتنمية والتوعية والإلهام فهنا نعم يحكوا بشكل عام وبين ناس عم تشاركة تجربة الخاصة تجربة الخاصة بترجع لهي فقط وبتلبق لهي فقط ممكن تكون من أنجح الناس وأنا إذا طبقت نفس الستيبس اللي هي عملتون أنا ما أنجح فالموضوع كتير متفرد على حسب كل شخص يس يس وبدأ أضيفي العشاء اللي كمان عشان ما نروح كمان على التطرف التالي أنا معاك من بالمية ما كل واحد تحتك تفريدي ما بقدر عن سيك بزنس مودي لو أروح أحكي كل الناس إذا أنت بتطبيق هارس كي بتروح بتجيب نفس النتائج ولكن إذا أنت ما أن بتحصل النتائج بيشي معين يعني نفرض أنت لما تطلع على الستيج خلص نحكي بمثال الحديث العملي بتخاف يعني ما بطلع منا كلام بتسكر فحلو برضو تتعلم من حدا وش تتحصل نتائج لحاله ساعد ناس عدد كبير من الناس يحصلوا هاي النتائج فهو رح يعطيك إرشاد يختصر عليك الطريق هل معناته اللي عنه 20% رح تنسكه وتطبقه عليك لا يمكن لأنه أنت مختلف عنه بس إذا أنت واصل مرحلة ما عم توصل للنتائج جمعات ففي أسباب معينة أشياء معينة أنت مش واعي عليها فبرضو بدك تتواضع أنك تتعلم من حدا حصل متائج مش معناته تنسخه هذا الشخص لأنه مرة تانية أنت مختلف بس معناته على الأقل يتجرب الانبوتس اللي هو عملها الأشياء اللي هو عملها مختلفة وتشوف بعدين كيف بتتنابع معاك في I think جملة لألشتاين أو مش بتذكر من بالضبط كان يحكي بس المتائج بالنهاية بتبين لك الأسباب اللي هو وهذا الشي فينا نسحبه على كل شي بالحياة يعني نصائح التغذية ما فيها تكون عامة نصائح الرياضة ما فيها تكون عامة كل إنسان في عنده خصوصيته الجسمانية والعائلية والنفسية وحتى خلفيته الاجتماعية وحتى بيجوز توقعاته وطموحاته بالحياة مختلفة كليا شي اللي بيحقق لك سعادة يمكن أنا ما بيحقق لي سعادة فهون أنا بيضر لي اسأل إنه في مفهوم معين بيصلح نقول إنه هو إمتى نحن وصلنا للسعادة الحقيقية هي لحظة هي إنه نكون في رضا بحياتنا إنه يكون في راحة بال إنه نحقق هدفنا يعني يمكن هو أصعب سؤال استعي وراء السعادة وإمتى بتتحقق بس أنت من خبرتك وتجربتك ويعني إلهامك بهذا المجال شو بتصول خلينا أرجع أول إشي للي حكتي ميس اللي بصير التوازن لما توازن بين اليوميكنس تاعتك بين الفراد تاعتك وبنفس الوقت تحترم الخبرات تاعت الناس اللي جابوا نتائج قبلك يعني خلينا نحكي مثلا بموضوع الفاينس وموضوع الاستثمار إذا في شيء أثبت على مدى مئة سنة مئتين سنة إنه إذا بتعمل هاي شغلي ألف مرة عم بتطلع نتيجة عاطلة وإذا بتعمل هاي شغلي عم بتطلع نتيجة أفضل إنت ما بدك ترمي كل الداكل الناس اللي قبل كل الناس الخبرات اللي قبل طبعا تتنع بنفس الوقت تلاقي اليونيك نسف بس عم بحكي عشان هنا عم بحكي فاكتس أكيد في فاكتس في تعلم في مناهج في هذا الشي طبعا حتى في أنا شفت آخر فيديو أنت كمان نشرته إليه علاءة بالوظيفة إنه والله الوظيفة هي شي سيء أو هي مقبرة الإبداع أو مقبرة الموهبة وبالنهاية لا هي بتحقق استقرار بتحقق خبرة في كتير ناس بتناسبون الوظيفة وما بيناسبون العمل الخاص بالضبط لأنهم كان جملة العام من الناس تحييها الوظيفة وعبوذية طبعا معناتي تحيي كل الناس يجب أن يكون business owners طبعا مش كل حدا عنده قدرة يحمل أول شي هذه المستوى من الرزق أنت ما تعرف المال راح يجيك آخر الشهر ولا فالفكرة هي جملة العام أنا معك ليس أكثر شي نظيف هلأ سؤال السعاد وححكي لك عن إيهام شخصيا يمكن يشوف الموضوع من شخص اشتغل مع ناس من مختلف الدول من مختلف الـ اشتغلت مع ناس السيدات بيشتغلوا أو الـ تاهم يكونوا بالبيت لناس بأعلى المناصب اللي ممكن تتخيليها فأردي ما عم بوطي من هذا أبدا أنا بالنسبة أصلا من دوري لأم يمكن أعلى منهم كم لياتم أنا هيك أشوف أكثر دور بديو أنرجي أكثر دور بس عم بحكي من حدا اشتغل مع ناس من مختلف كلمة سعادة شوية مضادة ومش من السهل تحط عليها تحط أصدعك عليها ومش من السهل إنك تغيسها فأنا شخصيا بفضل كلمات تانية كلمات زي شو تمكين تمكين قدي أنت ممكن في هذا المجال يعني خلينا أعطيك مثال هلا أنت مايس خلينا نحكي قدام المايك أول مرة لما وقفت قدام الكاميرا وكنت قدام الكاميرا كان عندك نفس هاي الراحة نفس هذا الفلو أكيد لا نزوط يعني أول مرة كان عندك نفس هاي القوة بالعداء زي هلا أكيد لا أكيد كخبرة أكيد لا بس كنت من أول لحظة الحقيقة أشعر أنه أنا هون يعني هذا بالعكس هذا علامة جدا قوية أنه هذا الإشي بالفاستاء اللي أنا أبحث التمكين معناته قد يصار عنده قدرة في هذا المكان وتراكم وممارسة هالطبيعي بالضبط خذ هذا التمكين مش بس عن مهارات على حياتك لأنه حياتك بالنهاية لو تتطلع على الأشياء اللي بتساوي لك سعابي هي نواحي من حياتك تكون منتزلة علاقاتك الرسالتاتك الباشن العمل وضعك المادي وضعك الصحي قدرتك أنك تعمل تأثير بالناس عيلتك فلما تطلع أنت في كل مرحلة بدي أنت ممكن بدي عندك قدرة يعني بالعلاقات هل أنت وصلت مرحلة قادر تحتوي لشريك تاعك قادر تتعلن منه قادر تتطور قادر لما تطلع أشياء تحكو فيها معناها تتواصل مرحلة تمكين أعلى فأي إريق حياتك لما يكون عندك تمكين أعلى فيها قدرة على التعامل معها أعلى طبيعيا رح يصير فيها عندك استمتاع أعلى فيها طبيعيا رح يصير عندك جوي أعلى فيها هذا رح ينعكس على مستوى السعادة فبالنسبة إلي السعادة مش معناته ما يصير ولا تحدي بالحياة ومعناته أنا بس راي السعادة معناته لما يصير تحدي هل عندي القدرة أني أنا أتعلم منه هل عندي القدرة أني أفضل لدروس منه ولا هذا التحدي بيصير أكبر مني وبينزل فكل ما أنت كنت ممكن في التعامل مع الحياة شو ما أجابت لك بحبيات كل ما رح يصير عندك إحساس بالإيمان بذاتك أكتر طب إحنا من هو فينا نقول أنه مين هو الإنسان الأكتر سعادة مثلا ممكن أحكي أن الإنسان اللي عنده إيمان بذاته أكتر الإنسان اللي عنده تمكين بذاته أكتر من السلبر ومن الناس اللي شفتهم بالشكل عام عنده سعادة أكتر فبشوف يمكن كلمة أفضل من السعادة قد يدي عنده قدرة على التعامل والتطور مع معطيات الحياة بالمقابل العكس هذا الإشي اللي الناس بتصني سعادة كأنه أنا ما بدي ولا تحدي بالحياة بدأ أظلني سعيد فكتير من الناس تستخدم كلمة سعادة كأنه هروب من الحياة أنا ما بدي ولا تحدي ما بدي ولا شي أعمل وما بدي مشاكل عشان أظلني بالمكان بالتعامل والحياة أصلا أنا كمان عم بسأل بالطرف المقابل يعني السعادة بمعنى أكتر الناس وعداء هنن الناشحين هنن المرتاحين ماديا هنن اللي محققين علاقات اجتماعية جيدة اللي عاملين أسرة جيدة في شي لحظت إنه هيك ما بعرف شي مشترك عند الناس الأكتر سعادة من خلال ممارسة هلأ هلأ أكيد في كتير ريسيرش نعمل خصوصا بالبوستر سايكولوجيا أو بالسايكولوجيا الإيجابية نعمل كتير ريسيرش على أكتر ناس سعيدين بالحيال إيش الانترستن الناس اللي عندهم سعادة أكتر وحقولك شو الفاكترز المشتركة بناتهم على زال ناجحين أكتر وعلاقاتهم أفضل وبيعملوا أموان أكتر فهي مش عشانهم ناجحين وهم مساعدين بالعكس لأنه عندهم سعادة أكتر قادرين يحصلوا نجاح بشكل عام في أشياء مشتركة بناتهم واحدة من أعلى الأشياء المشتركة بناتهم الامتنان الشكر يعني نظرتهم بشكل عام من الحياة نظرة امتنان بدال أنه ليش أنا ما عند هيك ليش أنا ما عند هيك ليش أنا ما صار معي هيك ليش الدولة ما بتعمل هيك في عندهم تدريب دائم على الامتنان يعني الامتنان بشكل عام كمشاعر أصلا بيغير منظورك لك حياة من إحساس قل لإحساس وقت هاي وحدة من أشياء اللي عنده ديئها شغلة تانية عندهم ديئها قدرتهم على التعامل مع التحديات بشفوها دائمك أنه فرصة يتطوروا منها فرصة يتعلموا إشي منها مقابل غالب الناس لما يصير تحدي أول إحساس عندهم ليش أنا صار معي هيك ليش أنا الحياة ضدي ليش أنا الدنيا ضدي ليش أنا ما بزبط معاي فالناس اللي عندهم بهنية سعادة أعلى اللي بتولد سعادة أعلى قدرتهم على التعامل مع تحديات الحياة أفضل موضوع السراء هو مرتبط بالسعادة ولو نقول سراء كيف هل هو امتلاكنا يعني مبالغ معينة مستوى معين بالحياة من الناحية المادية تعرفي اللي شي الانترستنج الريسيرش نعمل كتير على موضوع الناس المعهم أموان وقد بي الكوريليشن أو قد بي العلاقة تاعتهم مع السعادة في رقم معين بس يوصلوا ببنشو يزيد مستوى السعادة تاعتهم أنا برأيه هو بخفف من التوتر أني أنا مش قادر أدفع أجار البيت ولكن بعد أرقام معينة ما بفرق يعني بعد ما توصل أرقام أنك أنت قادر تكون تعيش مرتاح قادر تسافر قادر تعال لديك قادر ما تفكر بالأجار في آخر الشعر بعد أرقام معينة ببطل كتير في فرق يعني بالنهاية في أكل معين رح تأكله بالنهاية في أواعي معين رح تلبسها يعني شو رح تأكل زيادة مثلا إذا معك ميت منشفر معاك خمسين مليون هنا رح تأكل ستيك وهنا رح تأكل ستيك بس العالم المعاصر اليوم إيهاب عم يفرض علينا أنه سعادتنا مرتبطة بالماديات وأنه نجاحنا مرتبط بالصورة اللي نحنا عم نقدمها للمجتمع وهي الصورة مكلفة كتير يعني الإنسان اليوم عم يشتغل يمكن أوقات أكتر من 12 ساعة عم نحكي على يعني مستويات معينة لحتى يقدر مثلا يجيب بيت لما بيصير عنده بيت ويطب وين السيارة بيتعب أكتر ويصير عنده سيارة طب وين الكراج تبع السيارة بيجي الكراج تبع السيارة البيت صغير العيلة كبرت وبدنا بيت أكبر فعمليا هذا الشخص ما عم يقدر حتى يستمتع بالشيء اللي عم يحققه لأنه المتطلبات كل مانا عم تزيد وهذا الشي عم يعمل ضغط وتوتر وعم يسرقنا من الحياة وعم يخلي فيه نوع عبودية استهلاكية اليوم أنا هذا الاشي بوافق معاكمية بالمية لأنه بس هنتي عم تحكي هذا بوضوع بخر مثلها حاول يعني قد ما بقدر إني أوصل معلومات بهذا المكان أول شغل أول شغل اللي بدك تعملها إذا بدك تعيش اثراء الحديد وإثراء الحديد ومش بسمات دي لأنه ممكن يكون معاك مئات المليون ممكن يكون معاك تريليونات وإنت أفقر واحد على الأرض لأنك إنت حاسس بإحساس طلي حاسس بإحساس لك وعم بتعوض برا أول إشي بدك تتعلم بدك بتخترق سايكولوجيا الإحساس إنه أنا بربط قيمتي بالأشياء اللي عندي إياها أو بالأنجزات اللي عندي إياها وهي مش سهلة هاي بتتطلب عمل داخلي كبير 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 لتوصل المرحلة إنك إنت مرتاح بالطريقة اللي إنت بتريحك هاي من جهة من جهة تانية مضبوط السيستم رح يضل يعبي إنك إنت كونسيون 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 غير على فكرة إنك إنت مش كفاية فكل ما إنت حسيت مش كفاية أكثر إنت رح تعبي هاي الأشياء بطريقة تانية سواء بسيارة أو ببيت أنا مش ضل يكون عندك سيارة ولا ضل يكون عندك بيت ولا ضل يكون عندك عشر سيارات ولا يضل يكون عندك ميت بيت إذا هذا الإشي بديك إذا هذا الإشي بناسبة بس أنا عامل عشان صورة الناس تطلع عني كيف شعرفت نهاية إشي وهلا ما عم بحكي كمان إنك تكون مش عملي وتحكي لا أنا بقدر أطلع على التلفزيون ولاف على رأسي البدية وحاط أواعي غريبة وحاط هون شبرة وحاط طر بش الفكرة إنك يعني تعمل إشي غريب بس عشان تفكي أنا حقيقي لأنه بالنهاية كل إشي اللي لبسه كل إشي اللي ومكانه إذا أنت مالع لإنتري درس معين إذا أنت طالع على كيف يجو في درس معين طبعا معلين يكن سناعة مع الزرادة بس الفكرة اللحظة اللي أنت بتحس إنه من إحساس إنه أنا من شي كفاية وضبك تبغلك تعبي تعبي تشتري أشياء هنا لازم توقف وتبلش في البروسيس والله هذا الشي جدا صعب لأنه حتى اليوم الشي اللي عم نشوف كان العروض اللي من نشوف بالماركيتينج وفكرة إنه أنت بحاجة هذا الشي وقت ما بتكون بحاجته ممكن مثلا أبسط أمثلة إنه في عندك تياب حلوة وإنت بترتاح فيها وبتحبها بعد شهرين مثلا بيفرضوا عليك بطريقة أو بتانية إنه لا هاي ما بتناسب الموضة فإنت ممكن تجيب نفسها بسعر كتير أغلى بس لأنه في حدا عم بيقول في شركة مستفيدة عم بتقول إنه لا هذا التيشرت اللي لابسه إها بصار رموضة قديمة فعم بيصير ترند على الانترنت بيكسر الدنيا بتصير الصبية بدي تشتري هاي البرودكت الجديد طبع نفس البراند اللي عندها وليهو ما بيفرق شي بس لأنه بدي تكون الجزء من هاد الترند فالحالم عم يفرق هذا الشي هذا التمكين شوفي أنا أنا كايهاب برفض إنه يرفض يفرق علي أي شي أنا كايهاب أنا كايهاب برفض إنه أحكي إنه السيستيم هو اللي فارض على أي شي هلأ أنا واعي على تاكتكس الماركتنج واعي على التاكتكس قدي تخترق السبكونش وإنت هاي الجيم أصلا هاي الجيم التمكين إنه السيستيم عمضة يقول لك إنته مش كفاية لازم تشتري هاد إذا ما عندك هايب معانت أسي شي غلط فيك إذا ما عندك هايب معانت أسي شي نقص فيك هنا بتصير اللي بروسس إنك إنت تتصل بمكان السيستيم ما بقدر يوصل له اللي هو روحك كل ما إنت عملت مع روحك أكتر كل ما كتير أشياء كانت برة تساقب خليني أحكي لك شغلي بالخمس سنين لأخير مع البروسس تاعتي التطور كتير أشياء كنت أفكر إني أنا محتاجها و بس يصير عندي الأشياء ما عم بكون محتاجها أبدا فبطل عندي هذا الإحساس إني أنا بدي أعبي ولكن هون بصير التمكين هي مش شغلة سهلة إنك إنت تلاقي بالتاعتك من جوا فرح أعطي للناس تركز غير بالشي يلعب بالتاعتك من جوا خد دقائق من يومك خمس دقائق الصبح خمس دقائق الضهور خمس دقائق باللي أنا برفتاح مع كلمة الله مع ربنا ألاقي الكلمة التي بترفتاح عليها وبس فكر للحظات الخالق اللي خلق هل خلق ناقص ولا خلق perfect في مثالية بكي تعدى مفهوم حتى المثالي وغير مثالي هل خلق ناقص ولا خلق عندك الحب غير عادي خلق عندك حكم غير عادي خلق عند قدرات غير عادي خلق عندك انتيازات غير عادي وخص بموهبة ما خصها ولا بني آدم لا قبلك ولا بعد فلما انت تبنش تشوف حالك من هذا الاحساس اللي فيه قيمة عالية من نظرة الخالق السيستم رح يبطل له باور عليك لانه رح يبطل فيه الملاقض انه يحط حاله عليك فهي كل حديثنا اليوم بيصب بمسألة الصحة العقلية وانه قدي الانسان بيقدر يحصن نفسه بهذا الظرف الصعب اللي عم نمرؤ فيه على كل المستويات على مستوى المنطقة للأسف وعلى المستوى الشخصي الحياة صارت صعبة بشكل عام للأسف وكلما عم نطور كلما عم بتصير التحديات اكتر وعم نضيع البوصلة كما بيقول وما عم نعرف شو أولويتنا ما عم نعرف من وين نبدأ بدي استغل وجودك معنا وهيك نعمل مثل تشالنج صغير شو رأيك احكي لي هو مو سهل انه انا بعرف قديش يعني انت بتحب التعبر وعندك هاي الملك اسم الله بانه انت تعبر بانك تشرح وتعطي امثلة بس بدي من خلالك وجه رسالة لعدد من الأشخاص شو رأيك شو رأيك يعني احكي لي احكي لي احكي نوصل رسالة لعدد من الأشخاص أول شخص هو شخص عم يحضرنا وعم يعاني من الاكتئاب شو بتقول بالعكس باستمتع انفكرت رح تحكي أساني ناس معاييرين بكاشعور لا 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 انا بتعرف حتى لما بيكون في عنا ضيوفنا فنانين وبتعرف بهذا المجال الاسماء جدا مهمة لأنه بتعمل تريند انا ببعض قدر المستطاع لكي قف عشان عمري ماذا شلت بهذا الجو أنا لا حدا مكتعب دعلينا احتي اشي من قلبي هو اللي تشغلج مستهل مشان هيك أنا عم قل لك انه بده تركيز اول اشي انا حاسس فيك لأنه سهل واحد من بره يطلع ويحكي اه كعابة ولا اشي انس الموضوع روح اركض روح لعب الياضة بس ما هو الانرجيتاته اصلا مكتعب هو ما عنده حتى الطاقة انه يقوم ويغير فأنا حاسس فيك وبعرف قبي هذا الموضوع تشالنجي وبعرف قبي هذا الموضوع في تحدي ولكن اذا فيه شغل لوحدي يعني ممكن تحربك شغلي فيك انه تتذكر بالنهاية فيه مساعدة تقدر تطلبها سواء من كوتش سواء من هيلر سواء من مرشد سواء انك تروح عند ناس مختلفين على جروبات مختلفين حتى لو هذا الاشي انت مش حاس فيه ولكن بلش انك تطلب مساعدة بلش انك انت تفتح بالمساعدة مش تذكر عن المساعدة لانه السبب انك مكتعب فيه اشياء جواتك بدك تشتغل عليها مش عشانك عاطل مش عشان فيك اشي مشكري لانه بالنهاية كمان العالم اللي احنا عم نعيشه نوعية الافكار نوعية الاكل نوعية الاشياء اللي عم نشوفها كل يوم الطاقة عم تصير من برق بس انت بتحتاج مساعدة واحدة والردي ممر بهذه الرحلة حتى يساعدك حلو كتير ما نلوم الشخص المكتئب هييمكن اصحب شغلة بثقافتنا المجتمعية حاليا انه ليش ليش انت زعلان يعني بها البساطة بصير او اهل حاليا او 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 احكي ليش مش زعلان ما عاش تجارب اذاك الشخص ما عاش فيه اذاك الشخص كي بيفكر وبنفس وقت ما احكي له انه انت هذا الخيار الوحيد اللي عندك اياه انت مكتئب وفيش يعني فا اوين البنس بيكون عندي تعاطف مع هذا الشخص اللي نور فيه نحن بنفس الوقت نساعد انه يطلع من هالي رسالة ايهاب حمارني لشخص عم يمر بانفصال او ملاقي حاله بعلاقة سامة وما عم يعرف يطلع منه اوكي خلينا بلش بالفارت التاني اللي هي العلاقة السامة رحاحكي اشي اللي عم بسمع ما رح يحبه بس بدي احكي لانه رح يفيده رح ينفعه اكتر ما انه يحبه وما يحبه بالنهاية اي توكسيك ريليشيشي او اي ريليشيشي اي العلاقة بالعالم عادية سامة بيش تتعلموا منها تتعلم عن مين عن حالك لا يمكن شخص يكون مع شخص فيزيكي عم بضرب طول الوقت وهذا الشخص يكون حاطل حدود قوية في حياته نعناه حدوده مختارقة لا يمكن تكون مع شخص كل يوم عم بخونك وانت مشيك لخمسة عشر مرة وبتحكي الحق عليه لانه بهذا المكان انت اردي عم بتوافق انها هاي الخيانة تكون حياتك لانه في مكان بالقيمة الذاتية تاعك ما انظر انا ما عم بلومك ما عم بحكيش فيك عاقل عم بحكي العلاقات الانسانية بالنهاية هدفها تتعلم منها فالعلاقة رح تكون سامة اذا انت ما تعلمت منها بس اذا انت تعلمت منها استفدت منها تعلمت اشي عن حالك بطلت سامة هذا مش معناته تكمل فيها حتى لو انت نهيت العلاقة بكرة اذا بتتعلم منها صارت حكمة مرير فيها بطلت سامة يمكن فيه اشي واحد تحكيله لا فيه اشي تطلع كيف بيعكس عنك لانه رح احكي لك شغلة ميسو مرح اذا انت لاحظتها مع الفارتمر ساعي بالنهاية كل العلاقات هي مراي الاشياء جواتك علمك عن اشياء جواتك الشريك دائما بيعلمك عن اشي جواتك فانت اذا تتعلم عن علاقة في حياتك هي مية بالمية فيه اشي تعلمه فيك عن حالك يمكن الطريقة قاسية يمكن الطريقة الصعبة يمكن رح تكسر من الثقة بنفسك وترجع تبنيها بس بالنهاية في اشي انت تعلمه منها لما انت بس تحط ها بوكسر هسامي وتسكرها بها بالمكان انا تبطر سيحك هاي اول البارت البارت اللي سعالتيني عن حدا بمر بانفصال اول اشي بروسس الانفصال مش بروسس سهلي هي من اصعب بروسس بالعالم بس اذا تعرف ليش هي صعبة لانو لما ترين يلتقوا مع بعض طاقته طاقة ذاك الشخص بيخلقوا اشي الثاني اللي هو كيان العلاقة في نت في الشخص في كيان العلاقة فانت طاقتك حالتك نظام الطاقي بصير فيه زي هدولك ثلاثة مع بعض عم بيشتغل فلما يصير الفصال انت بتنفصل انت مش عارف حالك مش فاهم اللي عم بصير وعاي بروسس مش سهلة ولكن بدك تكون عارف انو بالنهاية في نور بالنهاية قادر انت تطلع افضل قادر تطلع احسن بس في بروسس تمر فيها في بروسس تشافي ما بزبط اسكر الموضوع يلا دور على العلاقة البعديها او اسكر الموضوع ويلا اكمل بحياتي في هيلنج بالنك تمر في اذا انت ما بتعرف تعمل هذا الهيلنج يشتغل مع هيلر يشتغل مع كوتش تمر بعمري تساب وعمري تفهم وعلى فكرة على المستوى الشخصي انا ناس مقربين مني حكولي الحقيقة قبل ما تابعك وهذا سر يعني انو في شخص اسمه ايهاب حمار تساعد انسان لحتى يطلع من الحزن او من حالة الضياع اللي هو عايش فيه فهذا الهام وهي نعمة يا ربنا اعطيك ياها الحقيقة الحمدل اول مرة بسمع هاي الجملة الهنتين بلك يعمل عن الناس اللي تمر في حالة انتصاد اكيد وبتعرف هلأ العلاقات صارت تحدي كتير كبير لانه الناس تحس انه انا تمام تمام انه انا ليش بدي ضحي وليش بدي اتنازل وليش بدي كوم مرين صار الموضوع شوي اصعب من قبل اكثر محل انا برأيي بتسرع من التطور تاعك مش تضلك تعمل 30 سنة ميديتيشن جرب شهرين علاقة الشريك واحد الشريك واحد بخليك تطلع لايف كوتش منضف منضف لو ضل يعمل 30 سنة فيه دروس ما رح تتعلمها غير جو العناق صح نتمنى علاقات ايجابية اكيد لكل علاقات صحية وعدم التنازل لمجرد العلاقة فهي كمان هيك بضيفها من خبرتي يعني ل بحياتنا انه الشخص لما بيكون انت سألتني عن البرتنر لما بيكون الشخص اللي حدك بيقويك وبيعطيك هاي هي العلاقة الوحيدة اللي انت لازم تستمر فيها هاي من وجهة نظر وتجربة الشخص انا بأكد على الحكي اذا انت بالعلاقة والشخص اللي انت معاه كل ما عم بتشوفه عم تنزل طموحك عم بنزل احلامك عم تنحرق عالغالب انت مش مع الشخص الصح بس بنفس الوقت ما بدي ناس تمسك هاي الكلمة وصير ياه هادر الشريك تاعي لانه بالنهاية وبرضه في طرق كيف تتواصل مع الناس تساعدهم منهم يدعموك بس بالنهاية العلاقة مفروض التنين يساعدوا بعض يوصلوا احنا مش ناس رسالة ايهاب حمرني لاشخص هو ضحية او عم يعيش دور الضحية خلينا نحكي نحط شوية الاحداث اللي عم بتصير هلأ على الجم يعني ما بدي اقولك ما في خطة ضحية على الارض وفي حوالينا حروب وفي حوالينا احداث بتصير فخلينا نفط هذا الموضوع على الجم والله يعيني الناس اللي عم بتمر بالظروف خصوصا يعني اللي كنا بيش ادخل لهم كموضوع سياسي هلا بس كلياتنا عارفين الاوضاع دا اكيد نحنا دايما الاحداث اللي عم بتصير بالعالم العربي وغزة تحديدا هي دايما حضرة بالمنتدى بطريقة وبتانية بأصوات الناس وبلقاءاتنا وانا بعرف انه هادا الشي هو كمان بياخد هامش كتير كبير من اهتمامك ايهاب وللاسف هادا الشي كله اللي عم نحكيه ما بيقدر يساعد بسف ما بقدر يعني ما بقدر عنا قاعد المأساة كتير اكبر من انه نحنا نناقشة بهيك قاعدة اكيد ما بقدر عنا قاعد نحاطط ببيتي وعمدي حيث مبتب وعمدي اكل وعمدي اكيد قدامي اجابر على واحد اقول انك لعب ضحية في صماريخ بوغراس ما بدي احطهم بهذه رساني خلينا خط هذا الموضوع على الجنب الله يعينهم وربنا يكون نحو بدي احكي عن الشخص اللي عب ضحية بشكل عام بشكل عام شخص خلينا نحكي وضعه طبيعي عنده بيت عنده اكل عنده شرب بالنهاية شو معنى انت الضحية معناته انت ما عندك قدرة ولا خيار انك تحرقت حياتك بالطريقة اللي انت بدكي اياها ومش من مكان كدر بدي اياها من طريقة بتتناغل معروحة فانت عم تعطي القوة تعتك الباور للشيء خارجي انا هذا الشغل محشور فيه وانا شو معنى شكوة انا عم بعطي القوة تاعتي لشيء خارجي فم اول شك عشان تطلع من وعي الضحية بدك ترجع الpower الى تحمل مسئولية عندك يعني لابا شخص يقولني انا بكرع الوظيفة بقول طب اوكي اتركوا افتح مشروع خاص عتم بسكتو فمش الفكرة اني انا اشتكي الفكرة اتطلع وين بس فيه ناس مؤمنة انه انا حظي سيء يعني ونجاح اي اشخاص اخر هو مرتبط بالحظ او انت اجتك فرصة فيه ناس عندهم هاي القناعة وعايشين علي المعامل انه حظه سيء هو رح يكون حظه سيء مية بتفكر الشخص اللي ناجح هو بس ما اعتمد على هال الانرجي طب او الحظ الجيد او التوفيخ البركات الكونية اللي هي جدا مهمة بالتراء هي بتجيب لك الفرص بس اذا انت مش قادر بتعامل مع هالفرصة مش قادر انك تنتهز هالفرصة شو رح يفصي لو عندك احسن حظ بالعالم وديبته لشخص ما بيعرف يعبر عن حاله ما بيعرف يبني مشهوع ما بيعرف يدير ما بيعرف يبود لو جبته احسن حظ بالعالم رح تحق هالاشياء ورح تروح من عنده ورح يصير يسلم اذا انا حظ سيء في النهاية انت تعرف تسخر هذا الحظ كوسيلة انك تجيب نتائج على فاي دور ضخي معنات انت نتائج الخيارات اللي انا بعملها رفيش يتغير بحياتك شو اكتر شو اكتر كواليتي اكتر صفة عند الشخص لما تكون عم تتعامل معه او حتى مكملت فيها مع طلابك مع الناس اللي بتشتغل عليهم شو هي الصفة اللي بتقول اهاي صعبة هي اكتر شي بتحس انه بيعقد النجاح وبيعقد الوعي وبيعقد فكرة الاستقبال اللي انت دائما بتحكيان تعرفي في صفات معينة عشان انا بعمل الوان توان كوتشن خصوصا باخد عدد فيه جدا باخد شخصين هلاتي عاد الناكس وبكون مرحلة معينة واستثمار تاعه جدا عاد في صفات معينة ده موجودة للشخص سريع بفلتر عشانه عارف شو ما اشتغلت معاه ما رح يطلع منه اشي ما رح يطلع اول سفة يكون مش بس عنده واعي ضحية يكون متمسك بواعي ضحية لانه ممكن الشخص هو عم بلعب دور ضحية بمكان بس هو مش واعي عليه او مش منتره عليه او عم بيشتك بمكان هو مش منتره انه عط القاور كل اياتنا عنا اماكن مش منتر ين انه احنا مش ممكن فيها هذا عادي الاشي اذا هو بده يدافع ليش هو بحية وليش ما بزبط معها لانه بده يدافع عن هاي الشغلة اي اشي رح تنقيم وعطيات في الحياة ويفسرها اه شايف الحياة ما بتخدي فهذا يعني اشعار اشتو يقوله بس وضعك صعب 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 انا لحيك سألت عن موضوع الضحية لانه بالفعل هو من اصعب النوعيات اللي ممكن التعامل معها وانه تقدر بالفعل تشتغل على دماسك فيها انه هي حقيقة وايش الشغلة تانية كمان برضو من الصفات اللي صعب الواحد يقدر يتعامل معها الشخص الاناني بس مش الانانية الصحية اللي كل اشي بفكر كي بدي ااخد منه يعني انا بدي اقعد مع شخص شو بدي ااخد منها انا بدي افتح مشروع كي بدي ااخد اموال من الناس اللي ما عم بفكر كي بدي اضنش انفه لما اطلع مع شخص كي بدي اضيف له قيمة لما اطلع انترو كي بدي اساعد الناس هو عم بفكر حتى بتكون السوشال ميديا ميز بدي كميز حدا عنده هاي العابط بيكون كل السوشال ميديا عنهم بس عنهم عن شكلهم عن عن جمالهم عن شو بيساو فكل البوست بتكون بس بتجذبيهم هم هو عدد جذب عن الاؤوديونس تاعه بدال ما يساعد الاؤوديونس تاعه انه يرتق ويطلع ويعطيهم قيمة محترمة الناس اللي بس بتعطيني انا شو بدي ااخذ من هذا بيش بياخذ اللي هو بس المنتالي بتاعته بتبلش اخذ 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 هاي برضو اشي كبير لانه صعب تعلم الناس الكرم حكيت عن الانانية السلبية فيه انانية ايجابية مية بالمية الانانية الايجابية الانانية الايجابية اني انا اعرف اشحن حالي الانانية الايجابية احكي انا هلو مش وقت اعطاء اهلا وقت ادير بالي على حابي اعطيك مثال لما انا اعطي مثلا عن كورس يعني كورسات تمتز ثمان تيام كورسات مثلا بتبنش من التسعة الصبح من خلص ع 12 الليل واحد فانا قاعد ثمان تيام عن بعطي من قلبي لما اخلص مفروض اكون عناني احكي للتين احكي للناس احكي هاي للعيار فما تطلب مني اي طلبات كتير فهذا اسمها انانيمية ايجابية لانك قريدي عم تستخدمها لتشحن حالك بس مش تكون كل حياتك مبنية بس ما فيها نفع اعلى ما فيها رسالة اعلى ما فيها عباء اكتر ما فيها نفع اكتر مش معناه اني بس اروح احرق حالي الفكرة يكون عندك ايش عم تعطي المواهي بتاعتك وعم بتقدمها للحياة الحياة تتطور بالتبادل ان الناس يكون عندها مواهي احكيت اول مرة حسيت حالي بداخل الكاميرا بيتي استخدم موهي اللي عندك اياها انك تعطي طيمة للناس فعاد الاشي مهم في شي علاقة بتجربتنا الشخصية منقدر من خلال المواضيع بنحكي عنا كمواضيع عامة اللي هي بتهم الناس موجودة الشغل في الثراء النجاح العلاقات الى اخره لكن في ناس بالفعل في عنده قبول وفي عنده اسلوب مثل ما حكيت موضوع النفع انا حكيت ببداية الحلقة ونحنا هلأ هنخلص انه يهاب لما تواصلنا معه حكي ناله الفكرة تحمس للفكرة قال لي نفس الموضوع حكينا مع شخص تقريبا بيشتغل بهذا المجال الحقيقة انا بالنسبة لقلي ما عد عرفت كيف بدي اطلع من هذا الالتزام يعني انا ماني مقتنعة فيه لدرجة انه بدي حاول لقي طريقة اني انا انسحب من هاي المقابلة لانه مو معقول انت عم تحكي مع شخص عم بتقله مثلا عطيك مثال انه تعا نحكي عن الوضع اللي عم بيصير حاليا مثلا بغزة وهو كل البوست اللي بنزله تحكي عن هذا الموضوع بعدين بيسألني انه قدي بتعته مصار لحد اطلع انا احكي عن غز او قدي مثلا ممكن انت يعني صار الموضوع مادي بحث ونحنا عم نحكي عن قضية هو نفسه ما اعتبر انه تنسله شخصيا انو عم يقدم حاله على السوشال ميديا على هذا الاساس يعني اوقات يمكن لازم نكون جريئين بحكمنا على الشخص انا اول مرة بحكي بهذه الطريقة عن اي شخص تواصلنا معه بالمنتدى بس ما فينا ما فينا ما نكون عادلين ما فينا نقول انه هذا الشخص هو نفس هذا الشخص بس لانه بيحمل نفس التايتل هذا الممثل هو نفس هذا الممثل او معلم الوعي هو نفس معلم الوعي لا تقدر تكتشف من تجربتك الشخصية من الكونتنت اللي هو بيقدمه على السوشال ميديا انا ما عم بحكي انه ايهاب حمارني هو هذا الشخص الكامل انا ما بعرفك بشكل شخصي لكن على الاقل انا تجربتي هي تجربة منفعة متبادلة تجربة انسان حابب انه يقدم فكرة حابب انه يساعد حابب انه يقدم معلومة التفاصيل اللي سألتني عنا ما بتهمك انت بشكل شخصي لا انت عم تسألني مين حيشوف وين حننعرض ادي الكواليتي ستورة الناس حتشوفني بطريقة صح واقدر وصل للمعلومة فهذا الشي انا بيعطيني انطباع كتير واضح مين هو ايهاب حمارني اما لما اول سؤال بيكون مثلا تحديدا بقضايا اوكي البزنس نحنا بنفهمه بس لما بيكون بقضايا انت معتبره قضايا انسانية وعم تسأل ادي انا بدي اخذ مصاري على هاي الانترفيو خلينا احكي لك على اللي حكتي اللي انا ما بعرف الشخص فما رح وانا ما عم بحكي على شخص معين على فكرة انا عم بحكي عن حالة موجودة اكيد مش شخص معين خمستعشر سنة على الهواء اكيد دايما بتصادف كل انواع الناس مين بالمئة هل نحكي عن حالة بالنسبة بالنسبة لي في فرق بين الحكم والتمييز التمييز خاصة جدا مهمة مختلفة عن الحكم الحكم لما اتطلع عن هذا الاشي الانت مش مفروض يكون التمييز هاته اشي انا ما بناسبني هاي الصزر انا ما بناسب شو اللي وراها يعني اذا اعطيك مثال اذا انا بدي اشتغل مع ناس او ناس او شخص بدي يناديني كتوق مثلا ايهاد بدي ينادي كتوق واول جملة بيحكي لي ايهاد تعال على التوك منطلع عنها هنقدم اصاري حتى لو حكالي مليون اول جملة تعال ومنطلع مليون للنسبة انا بعطيني انديكيشن انه مش عامل لبروجيك عشان ينفع هل في مشكلة بالمال اكيد انا من اكتر اكيد لا انا من اكتر اشجع على التشافي مع المال يكون علاقة ويكون عندك ود واشترام وزبادل مع المال اكتر من المال طاقة مهمة عن ارض ضر ولكن اذا اول شي انت بتفكر فيه هذا الاشي المشروع قدير بدي يجيب للمال هذا بحكير شوي عن ال تابع هذا بحكير شوي عن بالمقابل اذا انت الناد تهتم بالمال بتاتا برضو في اشي بهذا الموضوع انا ما عم بحكي تروح على قضايا مهمة ولازم كل اشي تطلع منه يعني مش لازم كل اشي نحي منه مصاري بالعربي مش كل اشي انا بدي اروح لازم افكر قدير بطلع منه في كتير اشياء انا كنت اعملها ما كنت ااخذ عليها اموال وفي اشياء بعمل باخذ عليها موال عاني وما برضا اتنازل عن المستوى معين لدى هذا او او وقت و اموال و اموال اشياء معين اكيد بدي ااخذ عليها موال معين ولكن الفكرة الخيارتي اللي تكون ببعلك انك اول اشي تلفع هل معناته كل حض تايتل وقت كوتش حض اي تايتل حتى دكتور حتى مهندس شو ما كان التايتل بالعالم معانته هاد تايتل لازم يعميني عن صفات الشخص لا ممكن يكون دكتور وعاطي ممكن يكون دكتور وميح واحد مش دكتور عاطل ومش دكتور عميح او صفات ميحة فضروري واحد بني يتطلع كمان مين واحدة من الاشياء الحمد اللي اللي لما احكيها لما الناس يجي عندي تتعرف عليه شخصيا واحدة من الاشياء اللي بيحكوها وهال من الاشياء اللي فخور فيها فخور فيها الصفات المعلم اللي بيحكو ديها انك authentic حقيقي يعني نفس اللي عم نتوف بالكاميرا نفس اللي عم نشوف برا الكاميرا وانك نكون بالكورس تلاقين عن بردوس تلاقين ريلا فهذا الاشي انا كإحاب بهمني انه اظل محافظ على التوس تاعتي اظل محافظ على الحقيقة تاعتي لما اشوف حالي بلاشت اكون في environment فاكتير عادة بظل حالي منها بسرعة لانه هاي environment ما بتناسب من اللي هو كل واحد يأتي طريقة معينة ومنمطة ولازم تحط ولازم تلقى سعيد فعادة هاي environment لما اكون فيها بحاول اطلع منها بقدر المستطاع فبنسبة الauthenticity لما اشيك الشخص ما عنده هاي لما عنده خييقة صعب اكون بدائرة هو فيها فمهم تبلش تشوف النات حتى اللي بتستضيف هم شوف الصفات عندك خط احمر لا فخليني اعطيك اخر مثال اذا حد بيعمل معاي كوتي لو بده يتفعلي مليارات مش مليارات بليون انا مسؤول عن الحك اللي بدي احكي وهو بد نهاية عم بعملي شي ضرور الانسان هي ما بعمل لكوتي الا اذا هو بده عشان يتغير وحسيت بحقيقة تغيير اذا الشركة بده يعني اعمل دعاية لمنتج عم بحكو من واحد عم برمي كلام عم بحكي من واحد اي تست اي تست اي تالي فبعرف ان هذا الاشي نانو عمل فبروني كمان تعرف ايش الاشياء اللي اخط احمر ايش اشياء ناس بستضيف وما بستضيف وما تيجي مع ال فينا نكمل حديث كمان ساعتين ما بعرف الشباب شو رايكون ما عم ما تسلم لي تسلم لي لكن عن جد تخطينا الوقت بس بتعرف كنت معنا سابقا لايف وانت اليوم معنا من الاستوديو على منصات المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعي وقريبا قريبا على التيفي ان شاء الله هتكون معنا على الشاشة لما بينطلق المنتدى بفترة كتير قريبة ان شاء الله من التلفزيون بكونسبت مختلف وبالفعل بيحسوا في حالا الناس انه هن صناع المحتوى فان شاء الله جاي الفرصة التالتة بتكون معنا ومنحكي بموضع أكثر بتشرف فيك شكرا 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 من كل قلبي مايس اللي عم تعملي اللي شيخلو استمر فيه شكرا مرة ثانية على استضافي شكرا لا يمل وسلامات لمديحة وعلى تواصل أكيد ولقاء قريب شكرا لك اشتركوا في القناة